موسيقى أتمنى أن لا أكون نظيفا ثقيلا عليكم شكرا مقدما لحسن الإنصاط مشكلتنا كبشر أننا لا نشعر بقيمة الشيء إلا حين نفقد هذا الشيء هذا بالضبط ما حدث مع بطل الرواية بطل الرواية كان في علاقة حب مع فتاة لكن كان يعملها بطريقة جدا سيئة مما أدى إلى فراقة عن هذه الفتاة بعد فترة من الغياب شعر بقيمة هذه البنت فحب يرجع لها لكنه لم يجد لها أثر وكأنها حلم انتهت باستخاف صاحبه من النوم لم يأس البطل بحث عنها وفتش عنها في جميع الأماكن بجميع الطرق لكن أيضا لم يجد لم يأس البطل قرر أن يؤلف لهذه الفتاة كتاب ويضع صورته على غلاف الكتاب ويضعه في المكتبات حتى هذه الفتاة إذا مرت من أحد رفوف المكتبات ورأت حبيبها على غلاف أحد الكتب ادفعها الفضول لأخذ الكتاب وقرأة محتوى هذا الكتاب ستكتشف في الصفحة الأولى أو في الصفحة الثانية أن هذا الكتاب إهداء لها وأن جميع محتوى يتحدث بالضبط عن هذه الفتاة شكرا لكم متابعين بلاك كوفي تشرفت بالحديث معكم أتمنى لكم أيام جدا جميلة